الطابع المعماري والتراثي في مدينة خرفكان مستمرين في مدينة خرفكان وكذلك مواهب أبنائها وتعد رياضة ركوب الخيل من الرياضات التي يبرع فيها كثير من الشباب ويمارسونها في أوقات الفراغ باستمرار لما لها من فوائد صحية ونفسية تعود بالنفع عليهم والخيول بطبيعتها تحتاج إلى عناية وإلى اهتمام كبير كذلك يمارس الشباب رياضات أخرى ومنها الرماية ضيفتنا اليوم حاصدت في الرماية على المركز التاسع على مستوى الدولة ويسعدني أن أرحب بالفارسة فاطمة فهد الحمادي مساء خير فاطمة مساء النور في البداية مبارك لتحصول على المركز التاسع في الرماية على مستوى الدولة الله يبارك فيك رماية وخيول فمجال جميل جدا ومميز بالنسبة للفارسة فاطمة الحمادي كيف بدأ هذا الشغل في مجال الخيول طبعا بداية أنا إنساني أحب أجرب أشياء جديدة فدوم كان يطلع لي فيديوهات في التواصل الاجتماعي في سوشال ميديا عن كوب الخيل وأرد بعد ألعب طائرة ما شاء الله فإن يطلع لي هالأشياء فحبيت أن أجرب هالشيء وكلما يطلع لي كنت أتحمس فالحمد الله بعد هالتجربة صرت فارسة الحمد الله رغم الصعوبات التي واجهتها معنا نعم أكيد أي مجال أي شخص يدخل أو حتى يخوض الغمار فيه يكون فيه صعوبات وتحديات صحيح فذكرتي أن تمارسين كرة الطائرة كرياضة وركوب الخيل وبعد الرماية فكل مجال مختلف عن الآخر أهمية الرياضة بالنسبة للفتيات بنظرت شو فاطمة الرياضة شيء مهم في حياتنا نحن لأن صراحة أنا أول ما يعني بدأت يعني أسوي أشياء رياضية من نفسيتي راحتي يعني صرت حسنت يعني من اللياقتي البدنية صارت أحسن نعم أعتقد البدايات ربما مع كرة الطائرة قبل الخيول نعم نتكلم عن كرة الطائرة كيف هذه الرياضة بدأتي فيها وأمارستيها طبعا نصل أغلب العائلة اللي لابون طائرة ومنهم أبوي فعمتي قالت لي أن أجرب أدخل يعني بلعب فقلت لها يلا ما علي دامني فاضية فبلعب فدخلت ولعبت وتشي فالحمد الله يعني صارت عندي قوة وأنا ألعب يعني البداية وأساسها أن العائلة الرياضية وهمية أن تكون العائلة الرياضية أكيد راح تكون الأسرة والأبناء عندهم هذا الحب وهذا الشغف بالرياضة فتعتقدين بأن شغف الأسرة بالرياضة واهتمام بالرياضة هو أساس لدعم فاطمة في مجال الرياضة وحتى الرياضات الأخرى أن كانت في الخيول أو حتى في الرماية هي أكيد لا منهم يشجعوا ويحفزوا فأكيد يعني الدعم مهم جدا لكن ما اكتفيتي بكرة الطائرة التحقتي بيعني حصص خاصة بتعليم ركوب الخيل وصبحت فارسة أعتقد هذا كان في عام 2020 صحيح كيف كانت هذه النقلة النوعية في من رياضة إلى أخرى؟ طبعا مثل ما قلت أنا أحب أجرب ويعني محطية في بالي أنه إذا جربت هالشي فإن هالشي ممكن أنه رح يفيدني قدام يعني الحين طائرة رماية وفروسية فإن هالشي يعني بيساعدني قدام اللياقة يعني الحين الفروسية عدل من مشيتي والتوازن وعطاني ثقة وقوة نعم العناية بالخيل تحتاج إلى عناية وكذلك الخيل يعني أخيالها لازم يكون شخص عنده يعني سيطرة على الخيل كيف أخذت هذه التحدي وكيف بدأت فاطمة يعني بيركوبها على الخيل؟ وأنا قبل يوم كانت بداياتي فشوي كان عندي خوف يعني من الخطورة الخيل أنه يضرب فبعدين أنا قلت يعني أنه عادل أنه أريد الخيول هي من الحيوانات المعقدة شوي يعني فيه خيول عنيدة فيه خيول حارة فيه خيول باردة فأغلب الخيول اللي ركبتها كانت عنيدة فيوم كنت أركبهم فحرفيا كنت أتعلم شيء اسمه الصبر نعم هذا الصبر يعني يأخذ الخيال إلى مرحلة ترويض هذا الخيل عندك مثلا خيل عزيز عليك أو أنه تحرصين من خلال الحصص الخاصة بالخيول بأنه يكون هذا الخيل هو الأساس؟ هي فيه خيل عندي في الصبل فرسان اسمه برق ويد أحبه يعني أنه أركب وكيف علاقتها معك؟ عادي عادي ما يسويش فيه تأقلم بينكم؟ بالنسبة للإستبلات هناك كثير من مشاريع الإستبلات في المنطقة الشرقية هي أغلبها إستبلات خاصة صحيح هل تأملين أنت كفارسة أن يكون في إستبل خاص بمدينة خورفة كان أو حتى المنطقة الشرقية؟ أكيد هي عادي بإذن الله رح يكون في إستبلات مقبلة في المشاريع التطويرية القادمة بإذن الله لكن اليوم نحن لما أشوف فتيات مرسون رياضة ركوب الخيل هو أمر جميل جدا وحتى طبيعة المنطقة الشرقية يعني تساعد على هذا الشيء ومثل ما شفت في مواقع أو في منصات خاصة بك في مواقع التواصل الاجتماعي تحرصين على أن تنزلين مقاطع لممارسة ركوب الخيل هي لأنه أصلا فيه هدف وأنه أنا أنزل حسابي في إنستجرام أي شيء أحب أحب أن نزل يعني عشان أخلي اللي يشوفون نعم عشان أخلي اللي يشوفون أنه يتحمسون مثلي ويجربون هالشيء لأنه صراحة شيء جميل الآن نحن نتابع يعني عدة مقاطع لجولاتك في أو على شاطئ خور فكان أو حتى هذه اللقطة في الإصطبل فكيف ترين يعني شاطئ خور فكان في ممارسة تركوب الخيل صراحة منظره ويت حلو أنه راكب أخو أردي بعد أحب البحر فراكب خيل وبحر شيء ويت حلو أعتقد الفترة اللي يكون فيها ركوب الخيل هي كذا تعكس يعني ارتياح الشخص وارتياح الخيل إن كان غروب الشمس أو حتى شروق الشمس أي فترة تفضلين الصبح لأنه يعني يوم أركب خيل الصبح أطلع في البحر يكون فيني طاقة إيجابية فعني قيمة الصبح ورايحة أمارس شيء أحبه شيء ويت حلو حتى فترة الصباح الباكر هناك هدوء يعني على الشاطئ وعلى البحر ويكون الشخص يعني أقلة ازدحام وتكدس الأشخاص على البحر وهذا الشيء يعطي إحساس أكثر بالراحة هو هي بس أن نحن دوم نكون الصبح ما يكون في أحد هدوء نعم أحلى شيء ذكرتي من خلال حديثة شفاطمة قلتلي أن ركوب الخيل علمت الصبر علمت الاتزان علمت يعني كيف سيطرين على أو الشخص الآخر أو الخيل إذا أذكر هذا الأمر ففي أمور أخرى أحسنت من فاطمة غير حتى الوقفة أنا بالنسبة لي أحس أنها صارت عندي هيبة أكثر أنها يعني كل ما أنا أمشي يعني أسمع أن حد يعرف أن أنا فارسة فحس أنها شعور حلو أنت الآن طالبة ما زلت في مرحلة المدرسة الحصفة الحادي عشر أعتقد نعم عمر 16 سنة ومناشر توفيق إن شاء الله لكن أهمية بأن يكون الطالب في مرحلة أن يختار هوايته أهمية أن يكون الطالب يعرفه أصلاً شو يبقى من الهوايات أنت وصلت هذه المرحلة صحيح لكن بعد دخلت في مرحلة أخرى اللي هي الرماية نتكلم عن هذه المرحلة والنقل الأخرى في مجال الرياضة الرماية هو رماية أصلاً أنا كنت مسجلة في نادي فكانوا يعطونا خيارات فأنا كنت يعني كنت أود أن أدخل قوس والرمي قوس والسهم هي قوس والسهم فدخلت رماية يعني أنا بجعر بأشوف شو إذا أوكي ناسبني وها فدخلت وأصلاً ما كنت أعرف شي عن الرماية فبعد ما دخلت عرفت أن رماية يبقى لها تدريب وتركيز ويعني يساعدنا على تحسين التركيز ويعطينا تعزيز الثقة نعم نحن ذكرنا في بداية الحديث حصلت على أو نلتي المركز التاسع على مستوى الدولة في الرماية وعلى حد علمي أنت بادي هذه الرياضة قبل تسعة شور فقط يعني ما شاء الله هذا دليل على أنه قبل تسعة شور أو شهر شهر قبل شهر عفوا قبل شهر أنا نسيت فقبل شهر قبل شهر ما شاء الله وصلت للمركز التاسع هذا بحد ذاتي يعني تمكن تركيز عالي هل تعتقدين أن الرياضة السابقة رياضة ركوب الخيل أخذت فاطمة إلى أنها تكون يعني في منحلة التركيز الحاد أكيد هو أصلا يعني قبل ما أن أدخل المسابقة يعني شفت نفسي أن أنا يعني بقدر أنا ما عادي بدخل بجرب بشوف أن إن شاء الله أفوز يعني إذا فست الحمد لله وإذا خسرت بعد الحمد لله لم يوم أني جربت نعم فيوم دخلت المسابقة يعني معنا المتسابقين كانوا متدربين سنين فشوي كنت يعني كان فيني خوف أن أنا متدربة شهر وهم وإذا سنين فكيف أنا أتصابق معهم هذا التحدي فاطمة أن الشخص عند الطاقة الداخلية الكامنة فيه لكن فيها الطاقة تقول أنا ممكن أدخل وفعلا أنت كنت قوية وعندك قوة تحمل بأن جابهين كل هذه الشخصيات وكل هذه المنافسين ممكن أنهم أخذوا مسافات وسنوات طويلة في التمرين لكن أنت في شهر ما شاء الله عليك بإذن الله اللقاء الثاني راح تكونين الأولى إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إذا هذه القوة والمجازفة أنا أشوفها ترى هذا الشيء يعني بعد أنه صاح أن حصلت على مركز التاسع بس بالنسبة ليها شيء مو بسهل أكيد مش سهل مو بسهل بتدريب شهر واحد هي مو بسهل أبدا يعني الحمد لله أنه على مركز التاسع لأنه أنا صابقت مع مئة بنيا على الدولة عمركم تفاوتة ولا في لكم نفس العمر تقريبا؟ لا في كبار في صحيح كبار من شاء الله بما أنه أكثر من مئة يعني منتسبة وعدد كبير مبروك عليك الحقيقة يعني أخذتي المركز بجذارة الحمد لله لكن لو أتحدث عن نوع السلاح وطريقة الرماية التي ترمي فيها هو نوعي تسكتون فهو شوي ثقيل فأنا عادي بس أثبت لا خلاص يعني في مثلا طريقة معينة هو نرمي ونحن يالسين فاطمة أكيد لج خطط مستقبلية أهم الخطط المستقبلية التي تتمنىها فاطمة الحمادي هو أنا أنوي أن إن شاء الله في المستقبل أن أكون إنسانة ناجحة بإذن الله وأفيد جيلنا هذا وأجيال القادمة إن شاء الله بإذن الله كيف دعم المدرسة لهذه الهوايات يعني الهوايات الرياضية هل عندهم مثلا معرفة بأن فاطمة تمارس ركوب الخيل عارفين فاطمة وثلة تمارس الرماية ما عندهم علم ليش ما أقول لحده ما تكتمع ما أقول نحن اليوم في لقاءنا هذا كل الناس عرفوا إن شاء الله باتر بإذن الله لما تروحين بالمدرسة بتشوفين أشخاص كثير شافوا اللقاء بالمنطقة الشرقية هادي بتفاجئينهم هادي منالت التوفيق في دراسة تشوفيه هوايات عزيزتي فاطمة الحمادي سعيدة بلقائك كل التوفيق لت شكورة والله شكرا إذن عزاء المشاهدين مستمرين في برنامج حديث المساء وتحرص إمارة الشارقة على الاهتمام بالرياضات وذلك لما لها من أهمية كبيرة في حياتنا وتعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم الشارقة لتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة التفاصيل أكثر نتابحها في التقرير الآتي ولنا عودة الرياضة أسلوب حياة في إمارة الشارقة ومدنها فهي تعزز نشر ثقافة الرياضة وسط أفراد المجتمع الذي يقوم بدوره الأكمل من خلال الاهتمام بالأندية وتطويرها وعكس كل ما يتم من دعم غير محدود ورعاية للرياضة التي تمثل ركيزة أساسية في حياة الكثيرين تسعى إمارة الشارقة إلى توفير الدعم للرياضة في المنطقة الشرقية من خلال إنشاء عدد من المرافق الرياضية الحديثة والملاعب بالإضافة إلى الأندية الموجودة لخدمة الرياضيين وتوفير متطلباتهم جميعها من مرافق مميزة وبنى تحتية على أعلى مستوى ما قاد الرياضة إلى مكانة عالية تدفع الأندية لتحقيق الأهداف المرجوة تسعى الأندية الرياضية إلى تأهيل قيادات شابة قادرة على تسلم الراية والحفاظ على الصورة المشرقة للرياضة بما يواكب الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير بالرياضة اهتمام الكبير بالجانب ومهارة الشارقة ومثل هذه المبادرات ومثل هذه المبادرات وهذا الاهتمام خرجنا وصدر لنا عدد من اللاعبين الأولمبيين المهتمين بمجال الرياضة وأحرزوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية عفوا في المحافل الرياضية الدولية وكذلك المحلية إذن أعزاء المشاهدين وصلنا لختاب حلقتنا لهذا اليوم ويمكنكم متابعتها عن طريق منصة وتطبيق مرايا التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال تحميل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية عن طريق مسح الرمز التعريفي الظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة بإذن الله تقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل البرنامج مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر